في البداية لم تكن فكرة القومية العربية في ظل الدولة العثمانية فكرة انفصالية تدعو الاستقلال؟ الحقيقة حتى لم تكن أبداً فكرة انفصالية بمختلف حتى عندما اجتمعوا العرب، هناك مؤتمر باريس عام 1913 حصل في باريس، هذا عشية الحرب العالمية الأولى عندما ذهبت نخب الشامية وبعض النخب العراقية ذهبت التجتمع هناك لم تكن هناك أي مطالبة بالانفصال عن الدولة العثمانية وإنما بإصلاح أوضاعهم مع الدولة العثمانية أي خلق شكل جديد من أشكال التواصل مع السلطنة يكون العرب فيها ضمن صيغة لمركزية وفي الحقيقة أخي علي، أول حركة انفصالية كانت عن الدولة العثمانية لم تكن ذات طابع قومي، بل كانت ذات طابع إسلامي كانت الحركة الوهابية في القرن الثامن عشر ولم تكن أصلاً حركة قومية، كانت حركة إسلامية إصلاحية فقط حصل التفكير بفكرة أن يحكم العرب أنفسهم وأن ينفصلوا ويصبح لهم استقال ذاتهم في الحرب العالمية الأولى حينما أصبح من الواضح أن مآل الإمبراطورية الدولة العثمانية إلى زوال أنها سوف تتفكك وحينما أيضاً صعد تيار يشدد على العنصر التركي ويحاول فرض اللغة التركية حتى على العرب نعم